مهندس برمجة تعمل برمجة وراح قالب ميكانيكي جاله عميل بيقول له انا عايز كارتة قال له يعني ايه كارتة قال له يعني عربية بحصان قام عمل له دي لو الله هنهرج ولا هنبرمج عادي يعني فيها بما نهرج يعني هنهرج ونبرمج في يوم قاعد ببرمج فيه زي اي يوم بروجرامر بروجرامنج عادي يعني الصفحة العادية دي يتوئز بتليفون يجيلي ترم ترم قال له السلام عليكم اه زيك هشام عامل ايه مين هشام؟ واحد صاحبي ما تعرفوش يعني مش طيب كل صحاب يتعرفوه اه هشام الحكاية ايه برنامج اه شوبين كارت طب ما يعني متى هشام يعرف ان ان ما بنعملش كونسلتيشن في الشوبين كارت يعني اه من محلات بنقول له معادية ان نخد شو بي فاي خد ماجينتو حاجة اوبن سورس اه ده حاجة مختلفة ميزانية معادية العشر مليون لا ده موضوع انا اهتم بي خاصة اه انوفيتف اه هي دي المهت المهمة يعني مش العشر مليون طبعا اه ان هو انوفيتف لا كده اروح طبعا اه لقيت ان المشروع فعلا الناس مهتمة بيه ولقيته مشروع حقيقي ممكن يكون مختلف وانا في الطريق اطلع على هناك بتادي اتفكر في حاجة بنسميها الاركتيكشورلي سيجنيفكانت ريكوارمنت ايه اللي خلى المشروع دوت مختلف عن المشروع العادي اللي بينزل في اي محل مشروع اللي بينزل في اي محل هو مشروع شوبين كارت يعني وان يوزر بير اور مسلا لكن مشروع زي دوت المتوقع فيه طالما ليه ميزانية كبيرة وهيكون شغل انوفيتف تكفي الميزانية انها تريفرانس ان المشروع دوت هيكون فيه عدد كبير جدا من اليوزرز بير اور وان نعتقد فيه زي ما قلت لكم الاركتيكشورلي سجنيفكانت ريكوارمنت طب ايه الاركتكشور ليسيجنيفكانت ركوارمنت؟ هي الريكوارمنت اللي ليها تأثير سيجنيفكانت على الاركتكشور يا سلام جبت اتايا اديكم سال عشان الكلام ده تعالوا نبص كده مثلا للشوبين كارت هنلاقي فيه ركوارمنت زي ان انا عايز اضيف مجموعة من المنتجات ممكن يكون عندي ركوارمنت تانية زي ان انا عايز اخلال المنتجات دي تحت الكاتيجوريز وهكذا وهكذا اضيف الفيلد الفلاني فلتر منتجات باي كذا او باي كذا كل هذا الكلام ما بيقصرش في الاركتكشور بتاع السيستم هيظل نفس طريقة التسجيل على الديتابيز نفس اليرز ازا كنت شغال ام في سي هتظل كما هي ام في سي انا مش فاهم حاجة على فكرة طب ندي مثال الاركتكشور سيجنيفكانت ركوارمنت اختيشور سيجنيفكانت ركوارمنت زي مثلا ان انا عايز اتكلم على عدد الكونكارنت يوزرز ممكن يكون مش مجرد كونكارنت يوزرز انا عندي وقت هيكون يعني بالنسبة للسيستم زي دوات فيه وقت هيكون فيه ضغط دعاية وقت ضغط الدعاية هيكون كونكارنت يوزرز كتير جدا وبعد كده هيقل العدد دوات بشكل ملحوظ لازم السيستم يستطيع ان هو يستجيب مع الزيادة والنقصان من غير مشاكل الكلام دوات معناها ايه؟ معناها هورزينتال سكيلابيليتي ده هيأصل في قراراتي في الديزاين وفي الاركتكشور مش كده بس تعالوا ناخد مثال تاني ان السيستم هيعمل عملية بايمنت لان الناس بتاعت بما تخلص الاجراءات عايزة تشتري اكيد مش هو هيعمل انترنت بايمنت ومش هيسيف الداتا بتاعت العملاء عنده لوكال بتاعت كريتت كاردس وما لا هيعمل ايه هيانتجريت مع اكسترنال سيستمز ممكن يكون عنده ERP سيستم والانتجريت مع السيستم بتاعه يبقى ساعة هو محتاج انتر او بابيليتي الريكوارمنتس ديت هتأثر في قراراتي لان انا لما كون هعمل هورزينتال سكيلينج عشان احل مشكلة البرفورمانس والديستابيليتي وعلى الافشيانسي اما كون اعايز اعمل فول طوليرانس اما كون انا عايز اصابورت ان انا اكول اكسترنال سيرفسيس وان انا بي كول باي اكسترنال سيرفسيس كل الكلام دوت شور it's not normal requirements فدي اللي بنسميها architecturally significant requirement بعض الناس ممكن يكون تعرض لهذا الكلام تحت مسمى quality attributes it's almost the same وان شاء الله نخلي حلقة نوضح بيها الفرق بين الاثنين they are not the same I said it's almost the same لان ممكن quality attributes تجايد يو ان انت تقدر تطلع architecture requirements كويسة بس ده مش معناه ان انت تقول ان quality attributes هي architecturally significant requirement طب ايه اللي حصل انا فعلا درحت ودخلت دخلت له المكان وقابلته وان شاء الله استقبلني استقبال جيد وكانت القاعدة جميلة وابتديت اتكلم ايه هاليكوان المسيحية اللي هي عندك طبعا جزء من توقعاتي كانت سليمة زي ما احنا نقشنا من شوية ان هو اكيد هيكون عنده حملات دعائية فيكون عنده load من ال customers وعايز يحافظ على ال load دوت او يحافظ على ال performance تحت ال load ويرجع للوضع الطبيعي من غير مشاكل الكلام دوت مش هازي من عميل يقوله لك الكلام دوت بيجي من خلال ان هو يقولك احنا عندنا حملة دعاية كبيرة لما يقولك هزي الجملة تعرف ان فيه load exceptional هيحصل لفترة معينة طبعا بقى كمان اللي عرفته ان السيستم دوت هيشتغل على السوبرات ماركت الموجودة يعني فيه اكتر من سوبر ماركت في المكان السوبرات ماركت دي كلها هو هيتعامل معها ويجيب منها هيكوليكت منها المضايع ديت عشان يوزحها عند العملات ده معناه ايه؟ ده معناه ان فيه سيستم عند الكوليكتورس دولاب بيتكامل مع النظام الحالي المفروض ان هو مايقصرش عليه ومايوقفوش لقيت ان فيه قسطول من السيارات اللي هتقوم بعملية التوصيد السيارة ديت هتتكامل مع النظام هيكون فيه customer service محتاجة تقرداتة من النظام الموضوع ما موجه بياش مجرد شوين كارت الموضوع اصبح عبارة عن system be scale horizontally, be scale vertically, we can be integrated يا عمى الراجل ده دماغه تعباها سيب كومنت يا ليت توقف تعليقاتك شوية لحد ما نخلص معلش هو مش ميل واحد في المية يا عمى مش عايزة بقى ميل واحد في المية بتاعتك دي ايه انت 99% عشان نعمل هذا system ده خلاني اقترح عليه shopping cart مختلفة عن open cart وعن الحاجات open source فكلمت وساعتها على shopping cart روسي دي كانت microservice based او ممكن تقول وقتها ما كانش كلمة microservice موجودة service oriented architecturally shopping cart بس عشان كده ما هي service oriented وهي مش بالشكل الطبيعي بتاع shopping cart وبتسمح بالintegration مع ال external system وبتسمح لي ان انا اسكيل كل جزء فيها لوحده ما كانتش بالسعار الطبيعي فهو كان قدامه يعني ما يجيب ال open cart اللي ب zero dollar وعنده مصاريف تانية كبيرة جدا في تشير العربيات والكستمر سبورت والمرتبات او ان هو يشتري shopping cart اللي هتكلفه ما يتخطر 10.000 دولار يختار انه الاختيار كان سهل بالنسبة له ايه الصورة انت جيبتها دي اكيد طبعا ما عمالش معاه كده بس هو طبعا قال لي هيفكر وروحت انا طلقت من الشركة والحمدلله روحت البيت وانا عارف نتيجة التفكير بس القصة ما انتهتش عندي كده طبعونا بقى الحلقة جاية عشان تعرفوا ايه اللي حصل نشوفكو على خير يا رجالة الواحد في المياه طوب وان بيرسن